وصلت معكم إلى بياني مضمون عبائري هذا الحديث الشريف أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الأول من كتاب التوحيد ومن باب حدوث الأسماء إنه الحديث الأول بسند الكلين عن إبراهيم بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقلت لكم من أن هذا الحديث حديث محكم في أصله لكن تشابها طرأ عليه طرأ عليه تشابه بسبب خلل في النقل وكذلك طرأ عليه تشابه بسبب خلل في الفهم لا شأن لي بما تحدث المتحدثون من مراجع الشيعة وعرفائهم في شرح هذا الحديث ولا شأن لي بما قالوا أهل أصابوا أم أخطأوا لا أريد أن أتعرض لحديثهم وكلامهم لأنني لا أجد فيه فائدة مطلقا على الأقل من وجهة نظري لكن الخلل في النقل لا بد أن أشير إليه ولا بد أن أتوقف عنده بدأت معكم بتقطيع هذا الحديث إلى مقاطع كي أقف عندها لبيان مضمونها ولو بشكل إجمالي والغاية من كل ذلك أن نصل إلى الصورة النهائية التي نستقيها من هذا الحديث المقطع الأول قرأته عليكم واستخلصت منه معنا لأجل أن يترابط الحديث فإنني سأقرأه وأمر عليه بشكل سريع المقطع الأول إمامنا الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير مغصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستثر غير مستور إنها الحقيقة المحمدية فالحقيقة المحمدية هي الإسم الأعظم 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 الذي خلقه سبحانه وتعالى واستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره مر هذا الكلام فهذا المقطع يتحدث عن قطيعة فيما بين عقولنا بحدود مداركها وفيما بين إدراكنا لكنهي تلك الحقيقة لا أعيد الكلام هذا مر علينا ثم انتقلت بكم إلى المقطع الثاني فجعله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم المخلوق الذي تقدمت أوصافه والذي فيما بيننا وبينه هناك قطيعة عقلية عقولنا لا تكتنه حقيقته وسره مثل ما جاء موصوفا في كلمات إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه مستتر غير مستور هو من حيث هو حقيقة ظاهرة مشرقة لكنه مستتر بالنسبة لنا عقولنا فيما بيننا وبين إدراكه تكون مقطوعة بالتمام والكمال يستمر إمامنا الصادق وها هو المقطع الثاني فجعله فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا مر الحديث عن أن الأجزاء التي أشار إليها الحديث هي تجليات وإنما عبر عنها بأجزاء وبعد ذلك سيعبر عنها بأسماء إنها تجليات تتجلى بها الحقيقة المحمدية التي تجلى الله فيها فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر هذه تجليات وما هي بأجزاء يتألف منها مركب مثل ما مر علينا الكلام الحقيقة المحمدية بسيطة من وجه ومركبة من وجه آخر لا فرق بينك وبينها من هذا الوجه ستكون بسيطة ولكن من الوجه الآخر إلا أنهم عبادك وخلقك إلا أنها تلك الحقيقة المحمدية لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك محمد وآل محمد صلوات الله عليهم مجال هذه الحقيقة ومظاهرها العظمى وأسماؤها الحسنى وصفاتها العليا التي تشرق بين أظهرنا بحسب تعابيرهم صلوات الله عليهم أعود إلى الحديث الشريف فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر عدم وجود السبق فيما بين هذه الأسماء فيما بين هذه الأجزاء لألا يكون هناك تركيب فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الإسم المكنون المخزون إلى هنا تقدم الحديث في الحلقة الماضية إذن الحديث عن حقيقة محمدية عظمة فيما بيننا وبين إدراك كنه هناك قطيعة واضحة جعلها سبحانه وتعالى كلمة تامة تجلت بأربع من المجال أظهر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أسماء من تلك التجليات الإلهية التي ظهرت فيها أظهرها لفاقة الخلق وأما التجلي الرابع الاسم الاسم الرابع فقد جعله مخزونا وسرا مصونا فأظهر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها والفاقة هي الحاجة الشديدة وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون الحقيقة المحمدية لها وجهان وجه مصون مخزون عنده سبحانه وتعالى في ظله حيث لا يخرج منه إلى غيره ووجه تجلى بالأسماء الثلاثة التي أشارت الرواية الشريفة إليها نستمر في قراءة بقية عبائر هذا الحديث المقطع الثالث فهذه الأسماء التي ظهرت يفترض أن الحديث سيذكر لنا ثلاثة أسماء لكن بحسب النص المتوفر بين أيدينا فإن الحديث ذكر اسما واحدا هنا وقع الخلل في النقل فالحديث حدثنا عن ثلاثة أسماء أظهرها الله سبحانه وتعالى لكن ما بين أيدينا في النص المتوفري في المصادر إن كان ذلك في الكاف الشريف أو في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق جاء ذكر لإسم واحد فهذه الأسماء التي ظهرت لا بد من ذكرها ما الذي نجده في النص نجده اسما واحدا فالظاهر هو الله تبارك وتعالى أين الاسم الثاني أين الاسم الثالث حدث خلل في نقل الرواية وهذا ما سنكتشفه الاسم الثاني والثالث الرحمن الرحيم فالأسماء الثلاثة التي أظهرها الله لفاقة الخلق إليها هي هذه الله الرحمن الرحيم سأبين لكم كيف أنني قلت هذا الكلام فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى هذا هو الاسم الأول أين الثاني أين الثالث حدث خلل في نقل الرواية مما سبب تشابها فيها الاسم الثاني هو الرحمن والاسم الثالث هو الرحيم سأبين لكم كيف أنني قلت هذا الكلام وعلى أي أساس وتستمر الرواية الشريفة وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء من هذه الأسماء الثلاثة وهذا يؤكد قولي من أن الأسماء قد ذكرت لكن خللا في النقل قد حدث فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى واختفى الاسم الثاني وثالث وتستمر الرواية وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان فذلك اثنى عشر ركن عندنا ثلاثة أسماء و لكل اسم هناك أربعة أركان ثلاثة في أربعة يساوي اثنى عشر فذلك اثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما إنها الأسماء الحسنة عندنا الأسماء الحسنة الأصول الأصيلة هي ثلاثة الله الرحمن الرحيم جعل لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان و جعل لكل ركن من هذه الأركان ثلاثين اسما ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها إنها صفات فعلية ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فإن الحقيقة المحمدية تجلت ثلاثين اسما الأسماء الحسنة منها إنها الأسماء الفاعلة التي صدرت منها كل الأفاع إنها الأسماء التي هي منابع الوجود ومنابع الفيض كم سيكون العدد؟ سيكون عندنا ثلاث مئة وستون اسما نحن عندنا أسماء ثلاثة أظهرها الله لفاقة خلقه الله الرحمن الرحيم جعل لكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان ثلاثة في أربعة يساوي اثنى عشر ركن مثل ما قالت الرواية فذلك اثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها كم سيكون المجموع إذا ما ضربنا اثنعاش في ثلاثين يساوي ثلاثمئة وستين فهذه ثلاثمئة وستون اسما من الأسماء الحسنى الفاعلة وهذه الأسماء الحسنى تشرق بأسماء حسنى أخرى فالأسماء الحسنى لا يتناهى عددها عند ثلاثة أو عند ثلاثمئة وستين أو عند ألف أو عند ما هو الأكثر من ذلك أسماء الله الحسنى لا تعد ولا تحصى ما يذكر من تسع وتسعين من الأسماء وما يذكر غير ذلك من قوائم الأسماء الحسنى مثلا في دعاء الجوشن الكبير هناك ألف أسم وهناك وهناك في سلاسل الأسماء الحسنى وفي منظومة الأسماء الحسنى والصفات العليا هذه السلاسل لها خصوصيتها هذه منظومة لها خصوصيتها بالضبط مثل ما مر علينا في سلاسل الإمامة مثل ما هناك سلسلة الأئمة الاثني عشر وهناك سلسلة الأئمة الاربعة عشر وهناك وهناك من سلاسل الأئمة التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة من مجموعة حلقات أعرف إمامك نحن عندنا أيضا سلاسل ومنظومات للأسماء الحسنى فما هو معروف من سلسلة الأسماء الحسنى التي يصل فيها العدد إلى تسعة وتسعين من الأسماء هذه سلسلة من السلاسل مثلما أن سلسلة الأسماء في دعاء الجوشن الكبير تصل إلى ألف اسم وهكذا هذه سلاسل الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى لا حصر لها ولا عد الحديث هنا عن ثلاثمائة وستين أسمى هذه هي الأسماء الفاعلة التي تجلت من الحقيقة المحمدية وصدرت منها الأفاعيل والأسباب والعلل وصدرت منها أيضا أوعية الفيض ووسائط الفيض وكل تلك الأسماء هي مجالي هي مشارق من الحقيقة المحمدية العظمى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء من هذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها ثم يبدأ الحديث بذكر مجموعة من الأسماء الحسنة قبل أن أقرأ عليكم هذه المجموعة من الأسماء الحسنة التي هي من مجالي ومشارقي الحقيقة المحمدية من مجالي ومشارقي الاسم الذي خلقه سبحانه وتعالى بكل تلك المواصفات التي تقدمت وجعله كلمة تامة وظهرت فيه التجليات الأربع ثلاثة أسماء أظهرها لفاقة الخلق إليها والاسم الرابع صار سرا مصونا وغيبا مخزونا قلت لكم من أن الأسماء الثلاثة هي الله الرحمن الرحيم الرواية خصوصا عند الذين وضعوا الرواية مثل ما طلبت منكم أن تجعلوا الرواية بين أيديكم كي يسهل فهمها وكي تتابعوا معي وأنا أقرأها وأبين مضمونها الرواية خلية من ذكر الإسم الثاني والثالث أنا الذي أضفته إلى الرواية على أي أساس قلت من أن الإسمين الباقيين الذين لم يذكر في موضعهما في الرواية هما الرحمن والرحيم سأبين لكم ذلك ولكن بعد الفاصل يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحقه بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تحسن عباد و نعمه يا من لا تبلغ الخلائق و شكره يا من لا تدرك الأفهام و جلاله يا من لا تنال الأوهام و كنهه يا من لا تحسن عباد و قضاءه يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا تحسن عباد و سبحانك يا لالغاف يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجدت المقبان يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسمى والحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والسرام يا من له السماوات العلاس و بانك يام أستمر معكم في قراءة الحديث الشريف فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنة مما يأتي في هذا السياق وسأحدثكم عن التفاصيل فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنة حتى تتم ثلاثة مئة وستين أسماء فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وأيضا لم تذكر الأسماء الثلاثة هنا ربما لا حاجة لذكرها باعتبار أنها ذكرت في الجزء المتقدم من الرواية ولكن حدث خلل في النقل فلم يذكر إلا اسم واحد وهو الله حتى تتم ثلاثمائة وستين أسماء فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة التي قلت لكم من أنها هي الله الرحمن الرحيم وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الإسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة هذه هي الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء دقق النظر معي وتدبر وذلك قوله تعالى بعد أن حدثنا إمامنا الصادق عن الأسماء الحسنة بشكل عام التي تجلت من الحقيقة المحمدية وأشار وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة التي أظهرها الله لفاقة الخلق قد أخفت وراءها الإسم المكنون ثم جاءنا بهذه الآية وذلك وذلك قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة الآية ذكرت الإسم الأول الله وذكرت الإسم الثاني الرحمن وإنما جاءت بهذين الإسمين مثالا الإسم الثالث ما هو إذا أردنا أن نعود إلى الكتاب الكريم ابتداء من البسملة وانتهاء بكل آيات الكتاب الكريم وإذا أردنا أن نعود إلى الأدعية والمناجيات وإذا أردنا أن نعود إلى سلاسل الأسماء الحسنة التي تنتظم في هندسة معينة مشخصة فإنه بعد الرحمن يأتي الرحيم هذا واضح في الكتاب الكريم وواضح في الأدعية والمناجيات التي وردتنا منهم وواضح في سلاسل ومنظومات الأسماء الحسنة التي وردتنا عنهم أيضا الآية واضحة فالإمام بعد أن حدثنا بكل تلك التفاصيل أشار إلى أن كل ذلك قد احتوته هذه الآية وذلك ما تقدم من معنى وذلك قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة فالآية واضحة جاءتنا بالاسم الأول إنه الله وبالاسم الثاني الرحمن ثم فتحت لنا الباب كي نأتي بالأسماء الأخرى أول اسم سيأتي أي اسم بحسب نظام الأسماء الحسنة في الكتاب الكريم وفي الأدعية والمناجيات وفي السلاسل المنظومة للأسماء الحسنة فإن الإسم الذي سيأتي بعد الرحمن هو الرحيم وهذا تفسير القمي وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان وتفسير القمي كما تعرفون هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية عنهم صلوات الله عليهم هذه أحاديث الباقر وصادق والكاظم والرضا وسائر أئمتنا صلوات الله عليهم في ذيل الآية ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وهي الآية الثمانون بعد البسملة من سورة الأعراف ولله ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها قال الرحمن الرحيم هذا هو العنوان البارز بعد الله باعتبار أن الآية ماذا قالت ولله فإن اسم الله قد ذكر فما فما الأسماء الحسنة بالدرجة الأولى التي تأتي بعد لفظ الجلالة بعد الله الإمام بيّنها لنا وقوله ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها قال الرحمن الرحيم هذا تفسيرهم وحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا دققنا النظر فيما قاله إمامنا الصادق وذلك قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة فإذا ما جئنا بالآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وجمعناها مع هذه الآية وبتفسير الباقر فإن الأسماء الحسنة التي أشير إليها في الآيتين الرحمن الرحيم والآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء والتي ذكرها إمامنا الصادق في الرواية التي بين أيدينا وجعلها مجتملة على كل مضمون الحديث وذلك قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة أعتقد أن المعنى صار واضحا فإن الأسماء الثلاثة التي أظهرها الله لفاقة الخلق إليها وتحدثت هذه الرواية عنها هي الله الرحمن الرحيم خصوصا إذا دققنا النظر فيما جاء في الحديث الشريف وقد قرأت عليكم قبل قليل وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة فهناك أسماء ثلاثة ظاهرة وهناك اسم مكنون اختفى خلفها هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة يعني أن هذه الأسماء الثلاثة هي حجاب هي غطاء للإسم المكنون ماذا يحدثنا أئمتنا عن البسملة البسملة التي هي في بداية سور القرآن الكريم تشتمل على الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم والبسملة تتحدث عن اسم يرتبط بهذه الأسماء إنه الاسم المكنون المخزون بسم الله الرحمن الرحيم هناك اسم يختفي لم يذكر أشير إليه بهذا العنوان بعنوان اسم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يقول أئمتنا عن البسملة من أنها أقرب إلى الإسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها وناظر العين سواد العين وفي نصوص أخرى من أن البسملة من أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها من أن البسملة تشتمل على اسم الله الأعظم دقق النظر في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هناك الله هناك الرحمن هناك الرحيم وهناك اسم لم يذكر وإنما نسب لهذه الأسماء الثلاثة وهناك حديث الأئمة من أن البسملة هي أقرب إلى الاسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها من سواد العين إلى بياضها فهذه البسملة بأسمائها الثلاثة تخفي وراءها الاسم الأعظم إنه الاسم المكنون الذي أشير إليه بهذا التعبير بكلمة اسم ونسبت إلى الله الرحمن الرحيم أعتقد أن المعاني تتعانق فيما بينها ما بين الآية التي ذكرها إمامنا الصادق وجعلها جامعة لمضمون الحديث حين قال وذلك قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى مع ما قاله إمامنا الباقر من أن الأسماء الحسنى هي الرحمن الرحيم يشير إلى أصولها التي بخصوص الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فإسم الله قد ذكر في الآية ولكن الإمام فسر معنى الأسماء الحسنى التي تنسب إلى الله فقال الرحمن الرحيم وما جاء في الرواية نفسها من أن الأسماء الثلاثة تخفي وراءها الإسم المكنون المخزون وهذا واضح من التدقيق في آية البسملة ومن التدبر والتبصر فيها فهي تخفي وراءها الإسم المكنون فإذا الأسماء التي هي الأقرب إلى الإسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها هي هذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم إذا نظرنا إلى منظومة الأدعية وأتحدث بشكل خاص عن منظومة الأدعية التي تعرف بأدعية الأسماء الحسنة وهي هي نفسها تسمى بأدعية الإسم الأعظم فإن أدعية الأسماء الحسنة معروف عند المتخصصين في فنون الأدعية وأسرارها تشتمل على مضمون الإسم الأعظم ينتشر في كل عبائرها هذا موضوع خارج عن بحثنا موضوع الإسم الأعظم وأدعية الأسماء الحسنة لكنني أريد أن أشير إلى ما يرتبط بهذا الموضوع إشارة إجمالية ترتبط بحديثي هذا هو مفاتيح الجنان سأذهب بكم إلى دعاء الجوشن الكبير وهو من أهم أدعية الأسماء الحسنة ومن أهم أدعية الأسم الأعظم فدعاء الجوشن يشتمل على مئة مقطع كل مقطع قائم برأسه وفي كل مقطع تذكر عشرة أسماء من الأسماء الحسنة في أول مقطع وفي أول سطر من المقطع الأول من دعاء الجوشن الكبير وهو دعاء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبحسب أحاديثهم الشريفة هذا الدعاء يشتمل على مضمون الاسم الأعظم في أول مقطع من وفي أول سطر من اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم وتستمر الأسماء البداية من هنا هذا هو دعاء الجوشن الكبير دعاء الأسماء الحسنة إنها سلسلة من سلاسل الأسماء الحسنة نظمت بنظام هندسي عجيب يشتمل على عظيم الأسرار في هذا الدعاء الكريم وهو مروي عن رسول الله وحدث نا به أئمتنا صلوات الله عليه فيبدأ الدعاء الشريف في أول كلماته في أول سطر من المقطع الأول اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم وإذا ما ذهبنا إلى دعاء آخر من أدعية الأسماء الحسنة ولازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إذا ما ذهبنا إلى الدعاء المعروف بدعاء المشلول وله حكاية وتفصيل يذكر في مورده دعاء المشلول مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو من أدعية الأسماء الحسنة ومن أدعية الاسم الأعظم يشتمل على مضمون الاسم الأعظم ماذا جاء في أول كلماته الدعاء يبدأ هكذا اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك السؤال هنا بالاسم المكنون الذي يختفي وراء هذه الأسماء مثل ما حدثنا الإمام الصادق لأن الاسم الأعظم لأن الاسم المكنون يختفي وراء هذه الأسماء الثلاثة اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذهبنا إلى دعاء ثالث إنه دعاء المجير وهو دعاء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا من أدعية الأسماء الحسنة ومن أدعية الأسم الأعظم دعاء يشتمل على مضمون الاسم الأعظم فماذا نقرأ في بدايته نقرأ في بدايته سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير هذه الفقرة تتكرر بعد كل الأسماء الشريفة فالأسماء الثلاثة التي ابتدأ بها الدعاء هي هذه سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن سبحانك يا رحيم وإذا أردنا أن نعود إلى كل أدعية الأسماء الحسنى وأدعية الأسم الأعظم فإننا سنجد ذلك واضحا هذا هو منهج المعاريض الذي وضعه لنا أئمتنا كي نستطيع أن نصحح ما يحدث من خلل في رواياتنا وأحاديثنا فلسنا بحاجة إلى قذارات النواصبي في علم الرجال وأمثاله من قذارات حوزة النجا قال محمد حين وضعوا لنا أحاديثهم وضعوا نظام حماية في داخلها وفقا لنظام المعاريض وهذا مثال من الأمثلة إنني أستمر معكم هناك حقيقة تحدث عنها القرآن الكريم تلك الحقيقة جاءتنا في سورة الزخرف في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة وفي الآية التي بعدها هناك حقيقة تحدثت عنها سورة الزخرف من أن القرآن التدوينية هو صورة مرموزة للقرآن التكويني إن جعلناه قرآنا عربي القرآن العربي قرآن ملفوظ بألفاظ العرب ومكتوب في المصحف بلغة العرب الكلمات عربية والأسلوب عربي وحتى حينما يكتب في المصحف فالخط عربي إن جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون هذه الصورة المنطوقة الصورة الملفوظة الصورة المكتوبة هذا هو القرآن التدويني الكتاب المدون أما الكتاب التكويني فالسورة حدثتنا وإنه وإن هذا القرآن في الآية التي تليها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في حقيقته في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه الحقيقة التكوينية للقرآن فهناك قرآن تكويني تتحدث الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف عن وإنه وإن القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وأم الكتاب هي الحقيقة المحمدية هي أصل الأصول في هذا التكوين هي أصل الأصول في هذا الوجود أم الكتاب التي ظهرت فيها التجليات الأربع فظهر من تلك التجليات الأسماء الثلاثة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه صورة تدوينية لقرآن تكويني وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إذن هناك قرآن تكويني يتجلى في أصل في أصل تكوينه في الحقيقة المحمدية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا في عالم التكوين في عالم الحقيقة لا في عالم الألفاظ الذي هو عالم اعتباري بالقياس إلى عالم الحقيقة التي تتجلى في الحقيقة المحمدية فإذا ما نظرنا إلى الصورة التدوينية للقرآن فإن الصورة التدوينية للقرآن تبدأ بالبسملة يفتتح الكتاب بالبسملة والبسملة هي أول آية من سورة الفاتحة والفاتحة هي أم الكتاب هي صورة مرموزة لأم الكتاب في عالم التكوين للحقيقة المحمدية ومن هنا فإن سورة الفاتحة هي سورة محمد وقد ورد في أحاديثنا من أن الله اختص محمدا من كل ما خلق بهذه السورة من دون الأنبياء من دون كل ما خلق اختصه بهذه السورة فهذه سورته لأنها صورة رمزية للحقيقة المحمدية هي أم الكتاب في عالم التدوين وتتحدث عن أم الكتاب في عالم التكوين أول آية فيها البسملة والبسملة تشتمل على هذه الأسماء الشريفة الله الرحمن الرحيم فمثلما ابتدأ القرآن التدويني بهذه الأسماء وتلك هي صورة لما ابتدأ به القرآن التكويني فالقرآن التكويني حين أشرق بتجلياته أشرق بهذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم فالقرآن التدويني هو صورة للقرآن التكويني فمثلما يشرق علينا القرآن التدويني بأول آية تشتمل على الأسماء الثلاثة فإن القرآن التكويني أيضا سيشرق على الوجود بهذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم وأضيف شيئا رابعا الشيء الرابع إذا ما دققنا في الرواية نفسها فإن الرواية حينما ذكرت الأسماء الحسنى ابتدأت بالرحمن والرحيم فهو الرحمن الرحيم إذا أردنا أن نرتب الرواية ترتيبا دقيقا بحسب كل المعطيات المتقدمة فإن هذين الإسمين لا بد أن يلحق بالجملة السابقة فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم فلا بد أن يلتحق هذان الإسماء بموضع الجملة المتقدمة وبعد ذلك يأتي ذكر الأسماء الأخرى نذهب إلى فاصل تبارك من المتقدمة 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 يا دافع البليات سبحانك يا الغاف الغاف يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالمون به كل شيء يا من هو و قادر على كل شيء يا من هو و يبقى و يفنى كل شيء سبحانك يا الله الغد يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطي يا أجل من كل جليل يا أعزى من كل عزيز سبحانك يا لغا ألغا خلسنا من النار فإذا ما دققنا في الرواية واضح جدا أن خللا في نقل ألفاظها قد حدث يفترض أن اسم الرحمن وإن اسم الرحيم لا بد أن يكون ملتحقا بالجمل المتقدمة فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم هذه هي الأسماء التي ظهرت واختفى الاسم المكنون خلفها مثل ما تقول الرواية في آخرها بشكل واضح وكذلك في بداياتها أيضا ثم جاءت سلسلة الأسماء الحسنى ابتداء من الملك القدوس وانتهاءا بالباعث الوارث بحسب النص الموجود ابتدأت بالرحمن الرحيم إذا ما قمنا بعد هذه الأسماء عدد الأسماء التي ذكرت بحسب الشراح بحسب الشراح فإنهم عدوا هذه الأسماء ستا وثلاثين الرحمن من ضمنها الرحيم من ضمنها وعدوا كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم وفي الحقيقة ما هو بإسم من الأسماء الحسنى الأصول لأن الرواية تريد أن تذكر لنا ستا وثلاثين من الأسماء الأصول لماذا؟ كي يتفرع على كل اسم منها تسعة أسماء أضربوا ستا وثلاثين في عشرة الناتج ثلاثمائة وستون إنها الأسماء الحسنى التي هي أسماء الأفعال المتجلية من الحقيقة المحمدية حتى تتم ثلاثمائة وستين أسماء فعدوا لا تأخذه سنة ولا نوم من الأسماء لا تأخذه سنة ولا نوم من جملة شؤون اسم القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فهذه الجملة هي بمثابة شرح توضيح بيان لجانب من معنى القيوم فما هي باسم من الأسماء الحسنى والذي يدل على ذلك ما جاء في دعاء الجوشن الكبير إذا ما ذهبنا إلى دعاء الجوشن الكبير وإلى المقطع السبعين إلى المقطع السبعين في كل مقطع من مقاطع دعاء الجوشن الكبير تذكر عشرة أسماء فيبدأ المقطع السبعون يا حيا قبل كل حي هذا اسم من الأسماء يا حيا بعد كل حي هذا اسم ثاني يا حي الذي ليس كمثله حي هذا اسم ثالث يا حي الذي لا يشاركه حي هذا اسم الرابع يا حي الذي لا يحتاج إلى حي هذا اسم خامس يا حي الذي يميت كل حي هذا اسم سادس يا حي الذي يرزق كل حي هذا اسم سابع يا حيا لم يرث الحياة من حي هذا اسم ثامن يا حي الذي يحي الموت هذا اسم تاسع يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا اسم عاشر فمن جملة شؤون اسم الحي ومن جملة شؤون اسم القيوم الذي يتفرع على الحي من جملة شؤونه لا تأخذه سنة ولا نوم وكذا إذا ما ذهبنا إلى المقطع الحادي والثلاثين في المقطع الحادي والثلاثين يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام إلى بقية المقطع يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا عزيزا لا يضام لا يضام هي جزء من الاسم يا لطيفا لا يرام لا يرام جزء من الاسم يا قيوما لا ينام لا ينام جزء من الاسم فلا يمكن أن نعد هذه الجملة من الاسماء الحسنة إنما هي من تفاريعها فالاسماء الحسنة لها ما لها من التفاريع التي لا تعد ولا تحصى فإذا ما حذفنا الرحمن والرحيم لأجل أن نلحقهما في الجمل المتقدمة باعتبار أن الأسماء الظاهرة ثلاثة الله الرحمن والرحيم فنلحق الرحمن والرحيم بالله في الكلام المتقدم من هذه الرواية وأما لا تأخذه سنة ولا نوم فهو شرح وبيان وشأن من شؤون اسم القيوم فسيكون عندنا في هذه الحالة ثلاثة وثلاثون اسما الذي يفترض بحسب منظومة السلاسل الأسماء الحسنة وبحسب ما بينا هنا من أن الأسماء الحسنة الفاعلة التي تتجلى من الحقيقة المحمدية هي ثلاث مئة وستون من الأسماء لها أصول أصولها ست وثلاثون اسما من كل اسم تتفرع تسعة أسماء إذا ما ضربنا ستة وثلاثين في عشرة باعتبار في كل سلسلة هناك اسم أصل وهناك تسعة أسماء عشرة في ستة وثلاثين يساوي ثلاثمائة وستين أسم وهو الذي تتحدث الرواية عنه فيكون عندنا نقص هنا وهذا من جملة الخلل في النقل من خلال منظومة الأسماء الحسنة في الكتاب الكريم وفي الأدعية والمناجيات وفي السلاسل المنظومة للأسماء الحسنة بحسب رواياتهم الذي أعتقده أن ثلاثة أسماء قد سقطت وهي الحليم الواسع الغفور وهي من الأسماء الأصول عودوا إلى الكتاب الكريم ستجدون دائما هناك اقتران بين العليم والحليم وبين العليم والواسع وبين الحليم والغفور هناك اقتران واضح في آيات الكتاب الكريم التي هي صورة تدوينية عن القرآن التكويني نحن هنا نتحدث عن الحقيقة المحمدية التي هي القرآن التكويني والإشراق مذكورا هنا وهو من الأسماء الأصول في سلاسل الأسماء الحسنة هناك ترابط مع اسم آخر من الأسماء الأصول الحليم وهذا وهذا المعنى يتردد كثيرا في الأدعية حينما يقرن بين علمه وحلمه سبحانه وتعالى فهناك الحليم وهناك الواسع وهو يقترن اقترانا واضحا في منظومة القرآن ومنظومة الأدعية باسم العليم فهناك العليم الحليم وهناك الواسع العليم وهناك الحليم الغفور والغفور الحليم هناك ترابط فيما بين الحليم والعليم فيما بين الواسع والعليم وحتى فيما بين الواسع والخبير الذي يأتي ذكره في سلسلة الأسماء الأصول أيضا وهناك ارتباط أيضا بين العليم والخبير فهذه الأسماء كما أعتقد قد سقطت من هذه السلسلة التي هي سلسلة منتقصة بحسب النص الموجود بين أيدينا والذي هو من الواضح قد تعرض لخلل في النقل إذن هل تلومونني حينما قلت لكم إنني حين قرأت شرح شيخنا المجلس أضحكني ذلك كثيرا حينما وضع الأسماء الثلاثة هي الله وتبارك وسبحان لا أدري كيف فهم الحديث وكيف شرحه وهكذا البقية الآخرون لا شأن لنا بهم أعتقد أن الحديث صارت صورته واضحة وبغض النظر بغض النظر عن تصليح الخلل الذي جاء في ألفاظ الحديث بغض النظر عن هذا ربما البعض منكم لا يقتنع بمثل هذا الكلام بغض النظر عن تصليح الخلل هذا الحديث واضح في أفق التوحيد في مستوى الحقيقة المحمدية الحديث مضمونه من أن الله خلق اسما بكل تلك المواصفات التي لا تنطبق إلا على الحقيقة المحمدية وبعد ذلك حدثنا الحديث عن أن الأسماء التي ظهرت من الحقيقة المحمدية هي الله والرحمن والرحيم على الأقل الموجود في النص هي الله والله عنوان التوحيد هنا إطلاق واضح على الحقيقة المحمدية إطلاق واضح أطلق الإمام هذا الإسم على مجال الحقيقة المحمدية إذا كانت بعض تجلياتها أطلق عليها هذا العنوان فشيء لا أقول طبيعي حقيقي يطلق هذا العنوان على الحقيقة المحمدية ولكن بحسبها فإن هذا العنوان الله يطلق على الذات الأولى بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها وهذا هذا الكلام ما هو من عندي هذه كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم ولا زال الحديث والكلام مستمرا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر